مرحبا بكم أحبائي لك أهلين بكل الأحبة والأصدقاء اليوم سوف نتكلم عن راتب أو مساعدة مالية يمكن لأي شخص يعيش في ألمانيا أن يحصل عليها هذه المساعدة تسمى Kinder zu schlag هناك فرق بين ال Kindergeld وبين ال Kinder zu schlag اليوم سوف أشرح لكم ما هو أو ما هي هذه المساعدة ما هو ال Kinder zu schlag ومن يحق له الحصول على ال Kinder zu schlag لأني لاحظت بأن عدد هائل من الناس لا يعرفون هذا الأمر ولا يعرفون هذه المساعدة التي هي مساعدة جميلة جدا لكن من هم الأشخاص الذين يحق لهم ال Kinder zu schlag وكيف تحصلون عليه دعونا نبدأ أحبائي أحضرت لكم كل المعلومات وهذه المعلومة من الموقع الرسمي لمكتب العمل الاجنتور في أغبايت كما تلاحظون من هنا هذه المعلومات سوف نتعرف عليها ما هو ال Kinder zu schlag ومن يحصل عليه كما تلاحظون أحبائي هنا توجد بعض المعلومات عن ال Kinder zu schlag ال Kinder zu schlag يحق لكل شخص يعيش في ألمانيا ويحق لكل شخص لكن يجب أن تكون تحصل على ال Kindergeld يعني أي إنسان يحصل على ال Kindergeld يحق له ال Kinder zu schlag لكن بشرط بشرط ليس أي واحد هناك شروط الآن سأحكي لكم الشروط المهمة والشروط الأربعة المهمة الشرط الأول أن تكونوا تحصلون على ال Kindergeld يعني مسجلين في الفاميليين كاسة عندكم أطفال وتحصلون على ال Kindergeld الشرط الثاني وأهم شرط أن تكون أخي تشتغل أو أنت أختي تكونين تشتغلين بحيث أن يكون الراتب بالضرائب مع الضرائب يكون على الأقل 900 يورو يعني إذا أنت تشتغل أو أنت تشتغلين وأنتم متزوجون تعيشون مع بعض على الأقل يكون راتبك 900 يورو أو راتبك أنت 900 يورو إذا كان الشخص مطلق يعني مطلق أو أرمل أو أرملة أو مطلقة ويشتغل وعنده أولاد وهو فقط الكفيل الوحيد بالعائلة يجب أن يكون يكسب على الأقل 600 يورو كما تلاحظون اللين إغتسيند اللين إغتسيند الناس المطلقة التي تعيش وحدها مع أطفالها على الأقل 600 يورو الناس المتزوجة على الأقل راتب 900 يورو في الشهر هنا فقط بأنه البروتو أينكومن لا يجب أن يفوت الهرست أينكومن يعني لا يجب عليكم أن تكونوا تكسبوا كثيرا بالنسبة للناس التي عندها راتب كبير 2000 يورو 3000 يورو لا يحق لها الكندتسوشلاك إذن الكندتسوشلاك هو بالنسبة للأشخاص التي تشتغل على الأقل يكسبون 900 يورو لكن لا يجب أن يكونوا يكسبون أموال كثيرة نعم وأيضا أن لا تكونوا تحصلون على الجوب سنتر يعني لا يجب أن تكونوا مسجلين أو تحصلون على الجوب سنتر إذن الشروط الأربعة التي الآن تعرفنا عليها في الفقرة الأولى من هذا التحليل ومن هذا الشرح أحبائي الفقرة الأولى قبل أن نمر إلى الفقرة الثانية إذن يجب أن يتكون عندكم أطفال تحصلون على الكيندغيلد هذا الشرط الأول يجب أن تكونون تشتغلون يعني الشخص يشتغل إذا كنت متزوجون يعني إذا كنت أخي متزوج يجب أن تكسب على الأقل تسعمائة يورو نفس الشيء بالنسبة للبنات إذا كانت السيدة هي التي تشتغل بالنسبة للمطلقة المطلقة الأرمل والأرملة يكفي ستمائة يورو شهريا كراتب بغوتو ليس نيتو بغوتو ثاني شيء أن لا يكون راتبكم كبيرا يعني بالنسبة للناس التي راتبها كبير ألفين يورو تلاتة آلاف يورو في الشهر لا يحق لهم الكندت سوشلق وأن لا يكون الشخص مسجل في الجوب سنتر إذن هذه صراحة مساعدة جميلة مساعدة مالية جميلة لكل من يشتغل في ألمانيا وراتبه قليل لا يكفيه للعيش يمكن أن يذهب ويقدم على الكندت سوشلق وكم سوف يحصل الشخص الآن سوف نمر إلى المرحلة الثانية من هذا الشرح لأخبركم كم يحق لك أخي الكندت سوشلق كم يحق لك أختي الكندت سوشلق إذن في فيلشي كم يحق لك أختي الكندت سوشلق يعني لمن؟ من هم الأطفال؟ يعني يمكن أن الفاميليين كاس أو مكتب العمل أن يساعدك بمبلغ مالي معين إذا كان أطفالكم أقل من 25 سنة إذا كان أطفالكم وأبنائكم لم يتزوجوا بعض وإذا كانوا يعيشون معكم في نفس البيت يعني إذا كنت تشتغل مرتبك ضعيف عندك أولاد يعيشون عندك في البيت أقل من 25 سنة غير متزوجين يحق لهم الكند يحق لك أن تطلب مساعدة مالية وتحصل على كيندت سوشلق دع كيندت سوشلق بتركت برو كيند بس zu 170 أورو مونتلش ويفيال جلد زي تاتسيشلش إحالتن هنكت أنتا أندرم فون أينكومن وفاموغن إيغا برزون إيغا باتناس وإيغا كيندت سوشلق وإيغا كيندت سوشلق وإيغا كيندت سوشلق في زكس مونتل بفيلش يعني يقولون لكم بأنه إذا مثلا أنت تشتغل أخي تكسيب 900 يورو في الشهر تكسيب ألف يورو في الشهر تكسيب ألف واربعمائة يورو في الشهر وعندك أطفال يعيشون معك في البيت يحق لك أن تطلب الكيندت سوشلق ويحق لك أخي أن تحصل بالنسبة لكل طفل من أطفالك على 170 يورو شهريا 170 يورو لكل طفل زيادة يعني تحصل على الكيندت يبقى كما هو لكن تحصلون على 170 يورو زيادة وهنا يقولون هل 170 يورو أو أقل أو شيء من هذا القبيل هذا كل متعلق بكم تكسب شهريا وكم عندكم من المال أبضى وهم يوافقون على ستة أشهر كل ستة أشهر يجب أن تقدم عليه أب وان وين كما ترون جهز سوف تحصلون على الكيندت سوشلق ابتداء من اليوم الذي تقدمواه يعني اول يوم تقدمون علي يحق لكم الكنداتسوشلاغ وتحصلون عليه فقط إذا كنتم تحصلون على الكندغيلد لن يقتطع الكندغيلد إذا توقف الكندغيلد يعني تزوج أحد أبنائكم غادر أحد أبنائكم وعمل أوسبل يعني راح إلى مكان آخر لم يعود يعيش معكم أو لم يعود يذهب إلى المدرسة إلى آخره هنا يتوقف الكندغيلد ويتوقف معه الكنداتسوشلاغ يعني الكنداتسوشلاغ يمكن أن تحصلوا عليه عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة يعني على أكثر خمسة وعشرين سنة حتى يصيلا أبناؤكم خمسة وعشرين سنة هنا يقولون لكم wann muss Kinderzuschlag zurückgezahlt werden Veränderungen in ihrer persönlichen Verhältnisse können Auswirkungen auf ihren Anspruch haben Sie können zum Beispiel die Höhe des Kindergeldes verringen zu viel erhaltenes Geld eine sogenannte Überzahlung müssen Sie zurückzahlen يقولون لك إذا تغيرت أمور في حياتكم أصبحتم تكسبون أكثر أصبحتم مسجلين في الجوب سنتر إلى آخرين أو أرسل لكم هم مبلغ كبير مساعدة كبيرة هنا يمكن أن يطالبوكم أن تعيدوا جزءا من ال Kinderzuschlag الذي حصلتم عليه أحبائي إذن Kinderzuschlag يحق لكل واحد غير مسجل في الجوب سنتر يشتغل على الأقل يكسب 900 يورو بغوتو هنا نتكلم فقط عن البغوتو عنده أطفال يحصل على ال Kindergeld ولا يكفيه مركبه هذا بالنسبة للرجال للنساء عادي للمطلق الأرمال إلى آخر يكفي 600 يورو من راتبه كي يحصل على ال Kinderzuschlag أخي الكريم أختي الكريمة أتمنى أن تكون هذه المعلومات قد نالت إعجابكم أنا هنا من أجل تنوير الرأي العام ومن أجل القضاء على الاحتكار كثير من الناس يعرفون هذه المعلومات لكن للأسف يحتفظون بها لنفسهم لذلك لأنفسهم لذلك نحن هنا من خلال هذه القناة نقضي على الاحتكار ونعطي الوعي والتوعية للجميع إذا أعجبكم الموضوع وأعجبكم الفيديو أتمنى أن تشجعوني بالضغط على زر الإعجاب لايك ونشر الفيديو على عدد كبير من الأصدقاء كي تعم الفائدة وانضموا إلى قناتي ماروفيلتشو على اليوتيوب ماروفيلت على الفيسبوك شكرا لكم أنا مارو وهنا من أجل المساعدة إلى اللقاء ومع السلامة إن شاء الله